انا اخدت الصوت لي فوني ونجع نكمل حادثنا علوس ايه سامانيس وعليكم السلام ونحن اطلاقوا بك زي حضرك كده اهلا وسهلا بيك يا حباكس طبعا تفضلي طبعا اهلا بيك اتفضلي اهلا بيك اهلا بيك اتفضلي انا مش عارفة ان هو الشوطن يقبلي كل حاجة كانت صراحة متنكتلة يعني كل حاجة حتى حاجة بفتة جدا انا انفرني ليه حافظة كتاب اللبس مش عارفة ده ناتج عن ايه طيب ممكن اسأل حضرتك على حاجة بفتة جدا انت سينك كامي فاندي انا عندي دون متراتين طيب خدت اي علاجات للوسواس لا خالص طيب بعليك اديت تشتك من الوساوس لا انا الفترة ليه بس يعني قبل كده بس الموضوع انتهت صد من الله بق يعني بعد اقول الروفة الجرعية بتشتك لا لا يفن حالتك الاجتماعية ايه لا الحمد لله انا متدوجة و ايه ايه طيب بتجيلك وساوس في ايه بالزبط هقولي حضرتك يعاني ممكن نصلا لو داوشة ايه الدوشة انت تقولي الدوشة دي ازاي ايه لو ادي مثلا انطلب مني الحاجة ايه الموضوع بيتبر ايه هو هاي يوظل يتغلب عليك الحاجة بما كلامه هو اللي هينشي ايه حاجات حاجات زي كده لو اكل الاكل ده ممكن يحصلوا حاجة لو اكل مثلا اكل مثلا مصير طيبانسي ولا كده ايه انت ازاي تشهدين حاجات زي كده ايه حاجات ده امين دي كلها يعني ايه الموضوع ده لو دخلت اتوبيت مش عارفة ايه ايه اتوديت صحة او لا اه نعم اتوديت صحة او لا اه صليت الفرد مزبوط او لا اه ايه لا مش باديت في الصلاة او بس غالبا في المياه ايه ايه غالبا مخي نديتني ببقى بلاقي فيه عشرة تيرة شوية ايه معيني تصلي اللي بقى لحدات المرى ده من كابعة وطبر المعلمة ويكتاب الله يعني ده نوع من انواع الوساوس اسمه البرفكشونيزم او وساوس الكمالية يعني ايه وساوس الكمالية عايز تبقى احسن على احسن ما يوروه ايه جاي من بيرفكت بيرفكت ان انا المفروض ان انا ابقى بتعامل مع نفسي باحسن حال وهنا احنا بنترجمه عن انه حاجة اسمها اولورنن يعني كل حاجة كويسة اوالا حاجة تبقى كويسة اوالا خدت باني من انتصالها الحقيقى ان هي اكتر من مرة قلت ان حافظة كتاب الله وانا محافظة يعني بتداري كتاب الله وبالتالي هي هنا حاسة ان هي حاجة كويسة اوي فهي عايز تبقى كويسة اوي في كل حاجة وده في احنا حاجة كويسة انها تحفظ كتاب الله ولكن احنا فلينا نخرج من كلامها بحاجة اهم وهي مسألة ان هل التعلق الايماني يغني او يقي من الاضطربات النفسية لا وهل المؤمنون مش بيمرضون نفسيا وهل ان المرض النفسي نوع من انواع خلل الايماني حياة ده سؤال احنا نرد عليه في دقيقة واحدة الكلام ده يعني ظاهره الرحمة وبطنه من قبله العذاب كل يعني احنا لما بنلجأ للعلاج النفسي احنا بنطبق سنة كونية وبنطبق فطرة الهية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث مسلم تداوع عباد الله كان الغرض من هنا انك تلجأ للتداوي زي ما بتلجأ للتداوي البدني انت بتلجأ للتداوي النفسي فكتير من الناس بيظل كاتم على المشكلة النفسية اللي عنده بعض الوساوس استاذتي بتيجي في مسألة الشك في الذات الالهية الشك في الصلاة الشك في القرآن الشك في الديانة الشك في المسيح الشك في وانا بصل في اي مكان تاني الشك في كل الديانات حاجات كلها مع مختلف ديانات الناس بتبدأ تشككهم في معتقداتهم وده اللي احنا نسميه شك العقيدة تمام النوع ده لما هو بيتكسف يقولك ده ضعف ايمان فيروح يسأل واحد وغير مؤهل فيقوله انا بشتكي من كذا وبشكي في ربنا في كذا وكذا وكذا او بشكي في وجود النبي او بشكي في وجود الملايكة او بيجيني رغبة ان انا اقول نفسي مش كويس او بيجيني رغبة ان انا عمل حركة مش كويسة فورا يرب عليه هذا الشيخ غير المؤهل او هذا القص غير القارئ ويقوله لا ده قلة ايمان او ده ضعف في دينك طبعا الكلام ده بيزود حالته النفسية سوءا ده نوع من انواع الوساوس بنسميها شكوك العقيدة من فضلكم اهل الفتوى اقرأوا او تابعوا بعض الحلقات النفسية الخاصة بالوسواس القهري تحديدا ارجوكم احنا بنشوف في عياداتنا مقاسي فعلا انا يعني قلبي بيقلني من الناس اللي انا بشوفهم قد ايه هما بيكونوا بيعانوا ان انت تتردد على مكان للفتوى اكتر من مرة او تتردد على مسجد اكتر من مرة او على كنيسة اكتر من مرة وتأخد فتوى اكتر ألما انك انت المفروض تراجع ايمان طب هي تلقى استهمل ايه؟ بص النوع ده بنسميه بالبلد كده وساوس التدقق والتدقيق ليه تدقق ان انا بتأكد من كل حاجة جيالي والتدقيق في كل حاجة انا بعملها هنا بننصحك من هذا المنظور الديني اللي انت بتتكلمي منه ان المؤمن هين لي فطن لما سئل الشافعي اي الناس اعقل قال الفطن المتغافل اللي فاهم كل حاجة وعامل انه مش فاهم اي حاجة حتى في التعامل مع اولادك اتى السائل الى الامام احمد امام اهل السنة وقال يا امام اني رأيت نصف التربية اغفال قال انا الامام رأيتها كلها اغفال ابك تعمل مش واخب بالك لذلك التدقق والتدقيق اللي اتنين عاملين زي النار اللي بتلتهم الشخص التهام ولكن بالبطيء بتبدأ هنا الاعراض الجسدية تزيد عندها طولونها يلتهب الصداع بتاعها يفضل في ازدياد سكرها يتلغبط وضغطها يعلى وينزل وما تقدرش تتحكم في كافة اعراضها البدنية ثم يزيد عليها التوتر ويبان عليها الالاء وتبدو عليها مشاعر الاكتئاب وتعيش محاصرة في كم من الوساوس وتخسر علاقتها بالناس تمام يبقى هنا لازم علاج نفسي ان ما قدرتش تعمل الكلام ده وتفاقم امر مشكلتها عن اسبوعين عن اسبوعين لازم تلجأ لمتخصص نفسي ترجمة نانسي قنقل